المرأة مشكلة صنعها رجل ده الحقيقة اسم كتاب كنت نازل اشتري كتاب اللي انا بدور عليه و للأسف ما لقيتوش فأنا بفر في الورفوف كده او ماشي بتفرج على الورفوف بتاعة الكتب شديني اسم الكتاب دوت بس قبل ما يشديني اسم الكتاب شديني اسم كاتب الكتاب دوت هو الدكتور نبيل فاروق لو كلنا نفتكر زمان اللي كان بيكتب رجل مستحيل وملف المستقبل وكلنا تربين على القصص ديت بس الحقيقة اسم الكتاب كمان كان مميز قوي وخلاني وقفت مع نفسي وقفة وحبيت عرف يعني ايه المرأة مشكلة صنعها رجل مساء الخير على كل مشاهدين ومتابعين مشاهدي قناة ايجيب توان وبرنامجكم نقطة من اول السطر الحقيقة بعد ما جبت الكتاب وقررت ان انا اقراه عجبني جدا كل الفصول بتاعته بس انا هختصرها لكم في فصلين فقط هما بالفعل مربط الفرص زي ما بيقولوا اول مشكلة عندنا هي مشكلة اسمها ولد وبنت يعني ايه ولد وبنت من قبل ظهور الاسلام وبعد ظهور الاسلام كانت فيه مشكلة كبيرة عندنا كعرب هي خلفة البنات دايما ربطين خلفة البنات ان هي حاجة مش كويسة او حاجة بتضع في الراجل عموما لدرجة ان النهاردة الامهات لما بتخلف ولد بتحس ان هي انتصرت او ان هي جابت وليه العهد زي ما بيقولوا التفرقة اللي كانت بتحصل من قبل ظهور الاسلام وبعد ظهور الاسلام ولغاية النهاردة المورسات اللي فضلت ماشية معانا لغاية وقتنا هذا هو التفرقة بين الولد والبنت طب تفتكروا هل البنت ما بتحسش بالكلام ده لأ بتحس بالكلام ده وتعالوا كده نبص الموضوع من زاوية مختلفة التفرقة بين الاخوات اخوك يولد وانت بنت اخوك يحقله وانت لأ يعني لو جينا اتكلمنا مثلا عن الولد لما بيبتدي يكبر ويبتدي يقول لولدته انا بحب بيبقى مرحب بيه جدا جدا وما يبقاش عنده اي مشاكل انما البنت كل الويل ليها لو قالت انا بحب يبتدي فيه فرض قيود عليها ويبتدي ان هما يتبصلها بصت مرأبة دايما وباستمرار ومن هنا كانت بداية المشكلة التفرقة بين الولد والبنت قيمة المحذورات اللي موجودة في كل بيت اخوك يحقله وانت ما يحقلكيش يعني النهاردة مثلا من بص اللاقي في كل البيوت وعلى مر العصور يحقل الولد ان هو يعمل كل حاجة يحقله يرتبط يحقله يسهر برا البيت يرجع براحته انما البنت ليها معاد معين صحيح احنا مجتمعات شرقية بس برضو ما ينفعش نقفل على بناتنا اكتر من لازم لدرجة ان فيه اهالي ما تحطيش مانيكير ما تلبسيش حاجة ديقة ما تعمليش ما تسويش كل الحاجات دي خلقت مشكلة عند البنات نقطة التفرقة في حتة المراس لو رجعنا كده بالزمن وراء شوية هنبص نلاقي دايما العائلات الكبيرة اللي عندها فلوس وعندها حاجات ممكن ولادهم يورسوها كان بيبقى فرحان جدا بخلفة الولد وبيعتبر ان هو كده انتصر عشان المراس مايروحش لحد بعيد انما لو عنده بنات هياخده تلتين السروة بس والتلت التاني حيروح للأهل والأقارب كما لو كان الولد ده هو اللي ربنا هيطرح فيه البركة وهو اللي هيقدر يحافظ على المراس على فكرة اول حادثة حصلت في التاريخ او اول حادثة قتل حصلت في التاريخ حصلت بين قبيل وهبيل وكانوا اتنين اخوات وبالنسبة للناس اللي ما عندهاش حاجة او بالبلدي ما حلتهاش حاجة بيبقى فرحان برضو بخلفة الولد لانه حيمد في اسمه بعد ما يموت كما لو كان انه بعد ما يموت ابنه حيحي زكراه بس للأسف انت بتبقى في حتة تانية خالص وبتبقى بعيد عن حساباتك تماما انت خلفت ولد او خلفت بنت ومن هنا برضو كانت مشكلة صنعها الرجل وخلى المرأة في حياته مجرد مشكلة ومن المورسات والعادات القديمة برضو عندنا واللي كانت سبب في ان المرأة يبقى عندها مشكلة في العالم بتاعنا او في الوطن العربي بتاعنا هي مشكلة الختان على فكرة المشكلة دا تقديمة جدا ومحدش قادر يعرف اصلها ايه وفصلها ايه بس بعد البحث وبعد الاراية في الكتاب دا اكتشفت ان هي عادة افريقية دا زي ما الكاتب بيقول يعني ملاش اي علاقة لا بالمسلمين ولا بالعرب عموما بس على فكرة الختان دا اثر على نفسية البنات جدا لان بيخليها عندها نوع من انواع البرود ودي برضو كانت مشكلة من صنع الراجل فيه فصل تاني في الكتاب عنوانه مهم جدا وبرضو شديني جدا واهتمت او ان انا اكمل الكتاب وقرأ بيقول خزوا انوثاتي واعطوني حرياتي لما قرأت الفصل دا اكتشفت حاجة مهمة جدا ان الستات بعد فترة الحرب وبالزاد في تاريخ 1967 من بعد النكسة ابترت تنزل لسوق العمل وبترت تشتغل ما هو على فكرة لما كان مفروض عليها قيود وقت ما كانت في بيتها الستات كانت مهتمة جدا بدراستها وتفوقوا على الراجل في الحتة دا وقدروا يحصلوا على شهادات ومن هنا كانت برضو بداية مشكلة انها لما نزلت سوق العمل ابترت تحط نفسها في مواجهة وبترت تحط نفسها في مقارنة مع الراجل اللي هي اصلا من صنعه الست ما ينفعش تشتغل الست ما ينفعش مالهاش غير بيتها الست ما ينفعش غير جوزها واولادها وبالمناسبة ربنا كرم الست جدا وادها نفس الحقوق ونفس الواجبات اللي ليك الست بتحس وانت بتحس الست بتحب وانت برضو بتحب وبسبب القيود القديمة اللي كانت مفروضة عليها في البيت دا خلها لما نزلت سوق العمل وبترت تشتغل قصرت القيود دي تماما وبقت ند لند مع الراجل ودي برضو كانت مشكلة من صنع الراجل ابقنا واجددنا ان الست عليها قيود كتير جدا وما ينفعش تعمل الولاد بيعمله كما لو كان ان الراجل هو اللي بتحكم في الموضوع دوت او الام اللي بتتحكم هي اللي بتقول تخلف ايه وما تخلفش ايه الخلاصة في كل كلامي ان انت متساوي في الحقوق مع الست متساوي معها في كل حاجة مايفرقش بينكو غير العمل ماينفعش تبقى انت المشكلة لان صدقوني بعد ما هتقرأ الكتاب دا هتكتشف حقيقة كتير جدا ان بسبب الراجل احنا اللي صنعنا او خلينا المرأة وحطناها في اقتار المشكلة بس هي مش مشكلة ولا حاجة الموضوع ابسط من كده بكتير في النهاية الحياة خد وهات ليك حقوق وعليك واجبات اعمل الواجبات اللي عليك كويس عشان تقدر تطالب بحوقك وبلاش تبص للمرأة نظرة دنيئة او نظرة صغيرة لان في النهاية فعلا لو كانت المرأة مشكلة فمن صنعها هو الرجل خلصت حلقتنا النهاردة واشوفكو في حلقة جديدة وبرنامجكم نقطة من اولى السطر